بانتظار هذه الكلمة لجو بايدن. ماذا نتوقع من هذه الكلمة؟ وعلى ضوء هذه العمليات. عمليات التشكيك واستمرار عمليات الفرز لفترة أطول. إلى متى سيطول التوصل إلى نتائج حول من سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية باعتقادك؟ أعتقد أنه لا نستطيع الجزم بماذا سيقوم بإعلانه نائب الرئيس السابق جو بايدن. لكن أعتقد أن هناك رؤية داخل الحزب الديمقراطي تتشكل مع الوقت كلما تم أكبر عدد من الأصوات في هذه الولايات بأن بايدن سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وشهدنا ذلك في الخطاب أو اللغة التي استخدمتها نانسي بلوسي منذ قليل عندما وصفت بايدن بأنه الرئيس المنتحدة. وبالتالي أنا لا أستبعد أن يعلن بشكل ضمني أنه قد فاز بالفعل في الانتخابات. بالنظر إلى أن في بنسلفانيا وهي الولاية الأهم التي يحتاج إليها بايدن لكي يحسم هذا السباق. يبدو أن المصار يسير في هذا الاتجاه. ولا أعتقد أن الفارق من الممكن أن يسمح للرئيس ترامب بأن يشكك. لأن هذه ولاية كبيرة. والفارق أيضا سيكون كبيرا. حتى لو لم يظهر كبير في النسبة المئوية. أما متى سيحسم اسم الرئيس. فأنا أعتقد أن دونالد ترامب لن يسلم بسهولة. وهذا كان مخططا منذ البداية. عندما عين قاضية تميل إلى اليمين المحافظ في المحكمة العليا. أيضا عندما شن حملة كبيرة على التصويت بالبريد. منذ اليوم الأول الذي أعلن عنه أعلن الديمقراطيون. أنهم يشجعون أنصارهم لكي يصوتوا بهذه الطريقة. هو كان لديه سيناريوهين. إذا فاز فكانت الأمور ستمر بشكل طبيعي. أما إذا تعثر كما نحن نرى اليوم فكانت الخطة أنه يحارب هذا التعثر في المحكمة العليا. وهو يسير بهذه الخطة كما نراها. ولن يستسلم إلا إلى أن تحكم المحكمة العليا. كما حصل في سيناريو عام 2000 عندما حكمت في فلوريدا لصالح جورج بوش الأبن. وبالتالي ترامب سيحاول أن يؤخر بكل ما يستطيع من قوة إلى حين أن تحسم المحكمة. أو يذهب بهذا الحسم إلى مجلس النواب. ويحدث أزمة دستورية. ويقوم مجلس النواب بتحديد اسم الرئيس المقبل. لكن المهم في كل هذا المطاف أننا بحلول يوم 20 يناير سيكون لدينا الرئيس المنتخف في الولايات المتحدة. بغض النظر عن فارق عدد الأصوات. وبغض النظر حتى عن نتيجة الانتخابات الموازية التي تحصل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ربما تضعف هذه الانتخابات قوة الرئيس بايدن. الذي أتوقع أنه سيصبح رئيسا. لكن في نهاية المطاف في الولايات المتحدة. عندما يعلن اسم الرئيس. لا ينظر الناس كم صوت فاز به هذا الرئيس. ولكن يثبت الكونغرس اسم هذا الرئيس. وتثبت في هذه الحالة المحكمة اسم الرئيس. ويمارس عمله من يوم عشرين يناير. ولكن عشرين يناير. هنا نتحدث سيد أحمد. فترة ليست بالقصيرة. هي فترة طويلة وأمام خطاب الاستقطاب. وحالة التوتر والاتهامات المتبادلة من الجانبين. أي مشهد يمكن أن يقول إليه الولايات المتحدة إذا ما طال التنبؤ بنتائج من سيكون الرئيس المقبل إلى حينه؟ شوفي هناك سيناريوهان. وأنا أستبعد السيناريو الأول تماما. السيناريو الأول هو أن يتشبث الرئيس ترومب بموقعه. ويحفز مؤيديه في الشارع. ويحدث قلاق الكبيرة سياسية واجتماعية. وفي هذه الحالة من الممكن أن تصبح الولايات المتحدة على شفا اقتتال داخلي. لكن أنا لا أعتقد أنه سيلجأ إلى ذلك لسببين رئيسيين. السبب الأول هو أنه بات يحظى بنفوذ كبير على الحزب الجمهوري. وبات يحظى بنفس النفوذ على أنصار الحزب الجمهوري في الشارع. هؤلاء الملايين الذين دعموه. وزادوا من حصته في الأصوات عن عام 2016. ولن يسمح بأن يؤثر ذلك على وحدة الحزب الجمهوري. لأن طبعا الكبار في الحزب سيرفضون مثل هذا القرار. السيناريو ثانيا هو يسعى إلى الترشح مرة أخرى إلى 2014. وهذا ما شهدناه في تغريدات أبنائه وتغريدات أنصاره أيضا على تويتر. أما السيناريو الثاني المرجع. فاتصور أنه سيسلم السلطة لكن بعد أن يحدث صراخا وضججا كبيرا. لأن غروره اليوم يبدو مجروحا تماما. ولا يقبل الهزيمة من الناحية النفسية. لكن عندما تأتي لحظة الحقيقة. سيسلم وسيغادر البيت الأبيض بشكل سلمي. لكن لن يغادر الحياة السياسية الأمريكية إذا كان بشخصه أو الحركة التي أنشأها أو الثورة اليمينية المحافظة التي أسسها في الولايات المتحدة.